تحياتي اخواتي وحبابي وصحابي في كل مكان يارب تكونوا بالف خير والف صحة دايما يارب معكم ماريا من قناة اكلة بنفسي. بصوا الايس كريم لوحد وعايز ميزانية في الصف انا عارفة علشان كده لازم نخترع له بصوا 100 مليون طريقة اقتصادية وطعم طحفة جدا زي طعمه برة واغنب كتير النهاردة هنعمل الايس كريم الساندويتش عملتها معاكم قبل كده البسكوت بتاعه المخصوص هيظهر لك في حرف الاي حالا وهزبولك في صندوق الوصف رابط الحلقة عملته بطعمين بالقهوة وعملته بشوكولات يعني احلى طعمين كلنا بنفضلهم بصي ناعم وطري وغير البسكوت اللي طعم الزبدة فيه كان تحفل بسكوت اقتصادي مية في المية بردو ياريت قبل ما ندخل خلقاتنا وتنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس ولا كاتك اكتل الفيديو عشان يترفع وشوفوا غير الكو يلا بنا هنا عندي تلات اربع كوباية آآ حلب بودر يعني الحلب البودر اللي احنا عارفين بالكوبة المعاري وهنا عندي ربع كوباية سكر التحلية دي براحتك عايزة تحلي اكتر براحتك بس ما تزيديش عن نص الكوباية يعني من ربع لنص هسيب للكل مقدير في صندوق الوصف مع حلقة عمل البسكوت آآ ده معي آآ خمسي آآ مع لقتين ونص نشا مع لقتين ونص نشا تمام طيب قلبنا السكر بودر مع السكر مع الحليب البودر وهننزل عليهم بكوبايتين حليب آآ عادي خالص بدرجة حرارة الغرفة متلاجة مفيش مشكلة لانا هندوبهم مع البرد كويس لحد ما نلاقي السكر ديب والحليب امتزج مع اللبن البودرة تمام وعندي كمان هاخد ربع كوباية لبن تانية مع النشا بس قدام وبعد كده هطلع على النار هقلب في ايديك في اوعي اوعي لان دي كل مكوناته لبن فهيشيت او يدي بص يتحرق منك تمام آآ طبعا آآ اثناء ما هو بيزخن حطيت آآ ربع كوباية لبن تمام آآ على المعلقتين ونص النشا معلقتين النص النشا والنص النشا دولا وهنقلبه مندوب النشا طبعا على البارد الاول كويس نتأكد ان مفيش ترسوبات او تكتلات وهنا اللبن بدأ يغلي كده اول ما يبدأ يغلي كده زي ما انتو شايفين آآ هننزل عليه بخليط النشا اللي دوبناك كويس ومتأكدين نفهوش تكتلات ايد بتصب النشا وايد بتقلب بسرعة بسرعة هتلاقيه اتكتل معك زي ما انت شايفه وعمل بصوا الحركات الفقعات دي بصوا البابلس دي اللي انتو شايفينها بالزبط آآ زي كده عين السمكة زي ما بنقول آآ اول ما عمل كده بخلاص الخليط بتاعنا الجاهز هنزل بواحد الفانيلا للريحة كده والطعم مفيش مشاكل يعني وهطفي على طول طبعا اول ما بنضيف الفانيلا عشان ما يمررش معاكي كده خالطنا جاهز مية في المية آآ هنزل بي على طول هنزله من على النور وهو بعد كده هنزل بحوالي ستين جرام شوكولاتة ده مبدأيا وهدوبها طبعا وهو سخنة علشان طبعا اهمة يتدوب معايا بسرعة وهشوف اللون لو اللون ما عجبنيش اهم ما اللون يعني حسيته فاتح شوية يعني بص معاكي من ستين لي مت جرام شوكولاتة آآ دارك احسن اللي هي المطبخ دي ممكن تضيف معاها لبن بس لازم بتاعت المطبخ علشان تديك اللون الغامق بتاع الشوكولاتة اللي احنا متعودين عليه وهنسيب يبرد في درجة حرارة الغرفة وبعدين ندخله الفريزر ساعتين تمام تعالي نعمل نوع اللي بلاقهوأ نفس النظام 3 اربع كباية لبن بودر معاها نص كباية ربع كباية سكر وقلبناهم مع بعض سكر من ربع لنص كباية حسب مذاكك وبعد كده هنزل عليها بكبايتين حليب نفس المقادير والخطاط بالزبط اللي امتي شوفتيها في آآ 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 ايس كريم شوكولاتة وهندوب مع البرد شوية خالص جدا حد ما يدوبه وامتازجه مع بضنة العنر نفس النظام أور بما يغلي اللبن نحط خليطة النشا اللي هو ومع الاتن ونصف مع ربع كوباية لبن ندويبهم كويس وبعدين واحدة الفانيليا ونطفي وننزل بيها وبعد كده هنحط حوالي معلقة كبيرة او اقل علشان حسب الناكهة الاهوة اللي انت عايزها قوية اقل اه 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 سابعة الزوبن طبعا كلنا عارفنا وهنقلبها وهي سخنة ونفس النظام هنسيبها تاخد درجة حرارة الغرفة وندخلها الفريزر تقعد ساعتين بالزبط زي ما عملنا مع شوكولات بالزبط كده وده القوام اللي احنا عايزينه تمام كد حبيبي ما تقلقوش لسه معانا خطوات تانية ده شكله بعد ما طلعتم من الفريزر حوالي ساعتين تمام هادربوا اه معايا كويس لحد ما يبصوا يعني ياخد درجة حرارة للقوضة ويبقى بالشكل الكريمي ده تشايفا ده تمام لو عندك كمان عجان افضل وافضل بيبقى اقوى ويكون معاك افضل بص شكله بقى خفيف جدا وهش وبصوا يعني هوا كده نفس قوام الايس كريم الجاهز هتجيب بطبقى اه علب اي حاجة بس لازم تفرش فيها ورقة زبدة لازم وهتنزلي بالخليط بتاعك هشوفي نعم ازاي وطعمه ويعني كان طحفة جدا وشكله روعة جدا بصي وخفيف كده ويعني زي الهوا كده معاك هتفرديه كويس جدا من في الصونية بتاعتك او البولة بتاعت العلبة بتاعتك او يا حاجة هتدخليها بيها التلاجة وهتسوي وتخبطيه كويس علشان يطلع اي هوا موجود في الايس كريم انتي ممكن تحطيه في علب عادية لو انتي مش هتعمل له البسكوت اللي انا عملته داو مش عايزة ساندويتش عايزة مسلا في بولات عادية او في كاسات تقديم تعطيه في علبة اكبر علشان تيجي تطلعي بمعلقة الايس كريم ياخد معاك اللفة كده والكورة لكن انا عايزة اعمل له ساندويتش فعملها في حاجة واسعة شوية وغطيته بورق تلاجة بلاستيك وهاشيله في التلاجة لمدة اربع ساعات تعلي نعمل الفانيل الشوكولانه في النظام هنضرابها لحد ما تاخد ده يعني درجة حرارة المطبخ وهتتحول معاك كريمة كده وهشة وخفيفة جدا كده زي الايس كريم اللي جاهز بالذب نفس نظامه في نفس البردد وعلبة كده او طبق فوم كده وحطت في ورقة زبدة ونفس اللي عملته مع القهوة هعمله هنا بس هم تيجي تضربي بالمضرب اضربي القهوة دايما الاول مع الشوكولاتة عشان بيبقى احلى من انك تضربي شوكولاتة بيأثر في لون القهوة لان القهوة افتح شوية تمام زي ما انتم شفتين انضربت القهوة الاول والمضرب كان معاه بواقي القهوة مش مشكلة قهوة مع شوكولاتة بيدي طعم حلو برضو مهما ان كان يعني تمام ونفس النظام هنقفل على كويس ونغطيها بورقة بلاستيك ونشيل في الفريزر اربع ساعات بالكتير ما تقطرش من زي ايس كريم دايبات تمام وده شكله اهو بعد ما سبت حوالي اربع ساعات اهو عايزة تبيتي براحتك بس اه انا بحس ان اربع ساعات يعني الاولاد بستحملهم بالع هنجيب نفس القطعة اللي قطعنا بيها البسكوت طبعا علشان يجو قد بعض بالزبط بشوف دايما طرق في ساندويتس دي عيني مطلعين البسكوت مش مظبوط وحتى طلع وحتى داخله مقطع بشكل مش مظبوط لكن كده الطريقة دي هتزبط لك الدنيا بصي اللي اتنين على قد بعض بنفس المقاس بالملية وتجيب البسكوت التانية وتقفل عليه تمام اهو خليك معي كمان عشان هنعرف ان احنا هنخزن ازاي البسكوت تمام وقادي البسكوت اه خلاص خلص في اسهل من كده ولا اي حاجة اه هنعمل واحدة تانية عادي بصي عملي اهو البشوكولات بصراحة يعني ابصي المقدار ده بعمل لي اربعة خمسة تقريبا ساندويتش من كل واحدة اربعة خمسة شوكولات ونفسهم زيهم في القهوة خذي بالك يعني بصي جميلة زيتو حفا جدا اه زي ما انت شايفة وتخزينيها لمدة تلات شهور كمان في التلاجة ولا بيتأثر ولا اي حاجة اهو معانا هو القهوة الشوكولات خلص كده هنعمل كمان واحد بالقهوة اه واحد او اتنين يعني انا بديكي الفكرة وانت براح تكون زي ما قلنا في البسكوت ممكن تستخدمي اي قطع المهم اللي تقطعي بها البسكوت تخليها معيك عشان تقطعي بيها الايس كريم هي هي مات ما تغيرهاش تمام وقاو ده القهوة اه الاولاد ما حبه دايما البسكوت الشوكولات مع الايس كريم يعني ممكن تعملي بالفانيلي انا عملت معاكم البسكوت فانيليا وشوكولاتها فانت اختاري النوع اللي يعجبك اهو بالقهوة براحتك جدا زي ما انت شايف اهو قادي الشكل وبصي بعد ما ها بالعمل بتجيبي ورق بلاستيك عادي وبتقفلي كويس خالص وبتشلي في التلاج المدة حتى دارت شوكوك معيك مفيش اي مشكلة آه بصي اهه في الفريزر طبعا مش التلاجة العادية ها زي ما انت شايف watch اه incrediblyبتبكو فاتين teu very simple وشليها مفيش ei مشكلة وبرده انا عملت واحده هو بالايا بممأن Books وغلفتها. وده شكلهم وتشيلهم في التلاج برحتك خالص يعني. حاجة كده تحفى وطعمه حلو جدا. وبجد اللبن البودر ده عامل شغل عالي جدا جدا. ما خل الطعم غني بتاعه خالص. وهو احلى من بتاع بعضها كمان. بصيك جميل ازاي? حبيبتي اتمنى الحلقة تكون عجبتك. ومستني استفسراتك سواء هنا على رسالة صفحاتي على الفيسبوك والانستجرام والتيكتوك. وهسيب لك كل روابطهم في صندوق الوصف مع المقادير طبعا المزبوطة. ومع قيمة تشغيل لايس كريم ومسلجات اقتصادية عملناها الصيف ده مع بعض. ولسه كمان هنعمل حاجات تانية. تابعوني. وما تنسيش آآ تشوفي حلقة البسكوت طبعا. آآ آآ اي استفسار زي ما بقولك مستنيك. لو وصلت معي لحد هنا يا ريت ما تنسي نشبه الاشتراك وتفاكز بالدراس والليكاتي كتير للفيديو عشان ترفعوا وشوفوا غيركم استني اي استفسار ليكي. واتمنى الوصفة تعجبك وتنور رضاكي وباي.